بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل البلاغة غض الطرف واحتشم فمتح أحمد يعلو هامة الكلم نبيا اختاره الله أميا ففاق في علمه من خط بالقلم مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تعالى من أواخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات عباده عباد الرحمن أنك تراهم متواضعين حتى في مشيتهم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أيها المتواضع أنت من عباد الرحمن أيها المتواضع أبشر برفعة مولانا سبحانه وتعالى لك ربنا سبحانه وتعالى يربي أهل الإيمان فحين تقرأ القرآن الكريم سترى أن مولانا سبحانه وتعالى يرسم لنا سمت الصالحين حتى في مشيتهم تلك المشية تلك الجلسة هذا الكلام الذي لا يدل إلا على كل تواضع يقول ربنا سبحانه وتعالى واستحضر معي هذه الصورة في صورة الإسراء يقول ربنا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا إن الله سبحانه وتعالى يذم هذا المتكبر الذي يمشي يدب في الأرض دبيبا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا ثم يرسم لنا صورة أخرى في صورة الحج فيقول ربنا سبحانه وتعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرُ ثاني عطفه يعني قد عاد برقبته ورجعت رقبته أو رأسه إلى الوراء وسنى معاطف الرقبة ثاني عطفه فهذه صورة من صور التكبر رسمها الله جل وعلا لنا لتكون مشيتنا وجلستنا مشية وجلسة الصالحين المتواضعين لننظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو داخل مكة فاتحا قال أهل الروايات كادت لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأس رسول الله أن تمسى ظهر الراحلة من تواضع حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه ثم تعالى إلى صورة أخرى يرسمها لنا ربنا جل وعلا لهذا المتكبر حتى نبتعد عنها ونبتعد عنهم يقول ربنا ثم ذهب إلى أهله يتمطى قال الأئمة إنه يلوح بكتفيه يمينا ويسارا ثم يدب في الأرض نبيبا وعاد برأسه إلى الوراء وقد سنى معاطف الرقبة استحضر هذه الصورة لهذا المتكبر إنما أهل التواضع أخبرنا بهم مولانا جل وعلا فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقد اختار الله جل وعلا هذا الاسم وهذه الصفة من صفاته سبحانه وتعالى من صفات الجلال الرحمن وعباد الرحمن وكأن مولانا يريد أن يقول أيها المتواضع يا من تواضعت لمولاك سبحانه وتعالى سنلقي عليك من صفات الجلال سنلقي عليك الهيبة والوقار لم يقل مولانا وعباد الرحيم لم يقل مولانا وعباد الرؤوف مثلا وإنما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى أحبة الأكارم من تواضع لله رفعه الله أعزه الله أعلى الله قدره وشأنه ومقامه أسأل الله تعالى أن نكون في عداد عباده عباد الرحمن وأن نتصف بهذه الصفات الجميلة النبيلة بإذنه وفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله